جميل الأسنان من العناصر الكتير مهمة بأيامنا الحالية وبتصور الكل بدون يحافظوا على شكل حلو بأسنان ولكن صحة الفم وصحة الأسنان أكيد إلى أهميتها كمان الكبرى بالإضافة للهوليوود سمايل أو الشاينينج سمايل يلي حابين أنه نتمتع فيه اليوم بويندو بيوتي راح نستقبل دكتور زيادة دهيبة مدير سمايل بولي كلينيك بيت رابلوس يلي راح تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك مجرور كاتيا حكيك صحيح 100% نحن كحكمة سنين عم نشوف أنه التجميل عم بياخد ضجة كتير كبيرة بالوقت الحالي بسمايل بولي كلينيك عم بيجينا كتير مرة من لبنان بس كمان من العالم العربي وهالفكرة إذا بدك هي فكرة موجودة عند كل العالم صارت التجميل ولكن حبات أنا أحكي شوية صغيري عن طب السنين بشكل عام هو عملي عند وجان في عنا التجميل بس ما بنا ننسى كمان الشئ الوظيفي للأسنان بداية نحن نحكي عن تجميل شوية صغيرة مثل ما فضلت وقلت هو كل العالم صار بدون هوليوود سمايل بدون سنين كبيرة بيضة شايني مثل ما قلت هذا شي مبرر لأنه كل الدراسات الحالية بتثبت أنه 47% من الفرست إمبريشن هي عن طريق السنين يعني السنين بيأسروا أكتر بكتير من الشعر من العيون أو حتى من التنوفيستيمانتر بدون ما ننتبه بدون ما ننتبه أكيد التأثير حاليا هلأ العالم كلها ستنتبه على الموضوع ستنتبه على الموضوع هيدا من هون هذا شي مبرر الناس كيف إلا تحكي عن التجميل ولكن موضوع التجميل هو كتير سيبجيكتيف كتير في قلبه اختلاف بالمعايير هالاختلاف بالمعايير تجي بين مريض لتاني يمكن مريض حب هالسنان مريض تاني يكون عنده حب لنوعية سنان تاني تختلف كمان بين طبيب أسنان وآخر نسمع كتير في إذا بدك اليوروبيان سمايل ديزاين أو في عنا الأمريكيان سمايل ديزاين وبالتالي هذا كمان اختلاف كتير كبير والاختلاف الأكبر والأخطر هو بين نظرة للأسنان الجميلة عند المريض وشو قادر حكيم الأسنان يعمل نحن بدنا كاستمايز سمايل ديزاين لا يوروبيا ولا أمريكا صح 100% قد ما فينا كحكم أسنان نحاول نحط ستاندار معين للضحكة ولكن نحن لما يجينا بسمايل بوليكينيك باسيون عنده هاجس جمالي كبير ما بنشتغل بطريقة سريعة ناخد وقتنا بالعلاج بداية أكيد بنعمل تشخيص للحالة المرضية السنية اللي عنده نحن نشوف شو عنده مشاكل بسنانه قبل ما نحكي عن التجميل لو هو كان هدفه الأساسي التجميل التاني ستاب نحكي كتير عن النفسي ندرس نفسية المريض هل هالمريض عنده توقعات واقعية لضحكته هل نحن قادرين نعطيه لشيء اللي عم يطلبه ندرس كمان نفسيته إذا كان قادر يفود بتريتمان شيريوجيكال يمكن مينير أو ماجر عمل جراحي صغير أو كبير أو يمكن الفكرة الكتير بتهمنا كمان هي صار في أكي عند الكليانتال أنه فيها نحصل نحن على سمايل ميك أوفر خلال يومين which is إذا بدك تيوريك ما مزبوطة ولكن براتيك ما كتير قليل نقدر نوصل لهذا شيء هذا خلال جالستان يمكن المفروض قولنا المريض أنه هل سمايل ميك أوفر يمكن يخدمنا جمعة شهر يمكن نصها ستة شهر أو سنة نص أو سنتان إذا كان في عنا عملية جراحية كبرى مع تقويم هذا شيء كتير بيهم نحكي عنه بمقابرة بيت كمان التجميل بحكي كتير عن الامريكال دانتل أسوسياشن ياللي بتعترف بيوجود تسع اختصاصات بطب الأسنان ولكن المفارقة الكبيرة هي أنه ما في عنا اختصاص هو أستيتيك يعني ما بيحكوا باختصاص آين بحد ذاته لأنهم بيعتبروا أنه كل الاختصاصات الباقية مفروض تأمن تجميل للمريض وبالتالي أنا كدانتيس تقدر جاوب طموحات إذا بدك المريض أنا ما يجي عنا على السنتر مفروض تكون عندي نظرة ملتي ديسيبينار مفروض أنا اطلع بهالمريض كحكيم عندي عدد اختصاصات وتشكس شغلة كتير صعبة لأنه كلنا بنعرف العلم قداش عم يتطور عدد الاختصاصات عم يزيد وحتى عم يصير في عنا بكل اختصاص ديسو سبيسياليتي وبالتالي هون فكرة السنتر ملتي ديسيبينار المراكز عم تكون هلأ حاليا هي مراكز متعددة الاختصاصات يعني نحن هلأ بالسمائل بوليكنينك راح يكون عنا أكتر من اختصاص ورح يكون الفم يعني مغطى من كل نواحل تريتماه لأكبر تريتماه موجود بفوت المريض بيلاقي عنا كل الاختصاصات هذه الفكرة أكيد موجودة كانت إذا بدك وراء تسميتنا للمركز سمايل بوليكنينك سمايل هي الجانب التجميلة وبوليكنينك هي عدد من الأطباء المتخصصين تقييم راح يصير تشخيص يعني والتقييم راح يصير بالسمائل بوليكنينك والعلاج راح يصير مع الاختصاصين من نفس المطرح أد ما كانت في مراحل هلأ هلأ أكيد في حالات يمكن نضطر نحن فيها لعمليات جراحية مثلا لبنج هلأ ثلاثة رباعة العمليات فينا نقوم فيها بالعيادة بالمركز ولكن في حالات يمكن المريض بيضطر نفسية ما بتحمل البنج الموضوع وبالتالي نفوت على البنج عمومي بالمستشفى هذه بتكون عملية محدودة ولكن كل المتابعة بعدها بتكون عن طريق العيادة بسمايل بوليكنينك هلأ قليل لنروح ضغرة على التجميل فيه أوقات إشياء اللي تتصلح قبل التجميل هو آخر إتاب آخر إتاب يعني هلأ كنا نحكي على الفحص النفسي إذا بدك بعد ما نعمل الفحص النفسي للمريض ونشوف هالمريض إذا كان قادرين نعملوا باللي بدوا إياه بنعمل صور شعاعية يلي المريض كتير أوقات ما بيفهم لاش بيقول لي سنيني ما بيوجعوني بنقوله نحن مضطرين نشوف الروت الرسين تابعون السن بالعضم تنشوف إذا في عنا مشاكل موجودة مش مخفية لك بناخد صور كمان إذا بدك فوتوغرافية تنعطيه البيفور والأفتر لأن المريض عنده كتير تناص ينسى سنينه كيف كانوا قبل وبالتالي يقلنا يمكن ما هي الريزولتال كيف يريدوا إياها كتير نتوقع بشغلنا مع المريض بشكل خاص للمريض عنده إذا بدك توجه نوع تجاه الدحكة الجميلة لأنه موضوع كتير حساس بسعق الحال كمان قلنا أنه في ضحكة جميلة وضحكة جميلة تانية يعني وحسب كل شخص شو هي الضحكة اللي بتلبق له لأنه كمان إذا عم نحكي عن سنين شايني وسنين كبار يمكن ما بيكونوا مناسبين لفم معين أو لوجه معين مئة بالمئة هذه الشغلة كتير عم نحكي عنها لأنه في كتير حالات نحنا من التجميل للهوليوود سمايل بتكون إريفرسيبل بنتم فيها برد السن هايدي عن طريق الفينيرز برد فيها السن وبالتالي هون إذا فتنا بهذه الدحكة هايدي ومحب المريض بنكون عملنا الشيء أكيد عكس البدوية المريض التطور عم يوصل لمرحلة يصير في عنا شيء اسم بريفلس فينييرز وبالتالي نحنا عم نحط طبقة هالفينيرز على السن بلا ما يكون في تحضير لألوه هايدي أكيد أقل ضرر ولكن الجانب الكتير نحنا كمان من أكد عليه ومنصر عليه هو الجانب مثل ما قلتلك العملي الوظيفي للسن تعطي إكزامبل عن هالجانب هيدا يلي شوية عم يكون مخفي بنحكي على ثلاثة نيفو النيفو الأول تنقول نحكي على السن بيجينا باسيان عنده سن مكسور هدفه يرمم هالسن تيرجع يفوت بالمجتمع بطريقة حلوة يغطي هالفوية اللي عنده أول شي بنعمله أكيد الفحص نوصل على الإكزامات الراديولوجيك نعمله الصورة يمكن يطلع عنا أنه في عنده خراج نتيجة الشوك يلي تعرض لهن كثر السن وبالتالي هون نحن بدهم ما يكون المريض فيد بدور ربع الساعة يمكن عبارة عن ريستوراتيشون كومبوزيت بسيطة منحوله على قسم صحب العصب بيتم صحب العصب بعدين يمكن منحول على قسم الترميم وتبييد الأسنان لأنه هالسن نتيجة الشوك صار لونه شوي أسود وذلك في التهاب يمكن عمل الوقت كمان بسير مهم أكيد أكيد نعطي أدوية كمان والخطوة الثالثة والأخيرة بتكون التجميل عن طريق الترميم أو التلبيث وفي حالات بيكون بحاجة لعمل جراحي لأستقصال الخراج اللي ما راح وبالتالي سن صغير كثير المريض بيكون حاطة براثل انه هو وزن ربع ساعة بخلاص بيأخذ معنا يمكن جمعة أو جمعتين شغل او لا يعني WILL BE او لا بس هل نحن حكي الوورست كيس إذا منوسع شوية الفنائت تبايتنا وبنحكي عن البسيط بيتم بشكل عام بيجونا كثير ناس بيقولون لنا حكيم سيمعين بالهوليوود اسمايل بلا ما يعرفوا شو هي ريال ما بنا نعمل هوليوود اسمايل نعمل الإكزامان كلينيك طبعنا نلاقي أنه الباسيون عنده سنان أمامية كتير منيحة أوكي بتحمل هوليوود اسمايل بس ما عنده دراس ورا وبالتالي هون نحن نرفض رفضا قاطع إذا بدك نعمل هالسنان تجميل لأنه المبدأ نحن نعرفه كحكمة سنان أنه منقسم السنان إذا بدك سمان سنان الواجهة هي أكيد بتكون دحكة باين فيها والدراس الورانية لدراس الورانية شغلتها المضغ وبالتالي هي معمولة تتحمل ضغط وسترس كتير كبير لما يكون هالسنان مش موجودة الضغط كله بتحول للسنان الأمامية يلي هي نور مالما مش مفروض تحمل ضغط هي شغلتها بس بس كيف ما أقول لما تكون موجودة يعني مريض بيكون أبع سنه أو عنده جسور فبيكون الناس لا تربع اهتمامها المظهر في الأيام هذه أو بيكونوا ضعاف إذا ما كانوا يعني الدراس ضعاف أو بدون شغل قبل أكيد أكيد إذا بدون شغل أكيد نحن بالنهاية ما فينا نحمل ريسك نشتغل بالتم وإذا فينا التهابات بمحلات تانية فالمبدأ بهالحالة هاي دي نحن هون نرمم لسنان ورا نحط الضغط عليهم وبعدين نعمل الفاس فينا فعمل ليه عم يكون الفاس فينا اللي هي الفاس إستيتيك وإذا منطلع كمان نوسع الفناتر كونه نحن أطباء بالنهاية فنحن شغلتنا كمان نفحص المريض مش بس نهتم بسنانه فضمن المعاينة نعمل الإستوريك والأنام نازل اللي هي إذا بدك التاريخ المرضي للمريض ونسأله أسئلة هل هو بيعاني من آلام بالراس أو بالكتف بالإيدان بالظهر وصولا للورك والركب جنو من التم من التم هاي دي شعالة كتير عام تستغرب عنها بس حاليا عم نلاقي أنه في كتير نوسيون قديمة عم تتغير بالقديم كان في فكرة الوريأنتان الأزن الوسطى هي يلي بتأثر على الأيكليبر تبع الإنسان حاليا في اختصاص اسمه البوستيرولوجي هاي دي اختصاص جديد ضمن ضمان المسين مش حكيمة اللي بيعملو بس ضمن ضمان المسين بيدروس الجسم والأيكليبر تبع الجسم بشكل عام بيقارنوا الجسم كأوردينتور نحن نفوط له معلومات عن طريق السورية يمكن الكيبورد السكنر جسم نفس الشي بيفوط له معلومات عن طريق أكيد الإذن الوسطى بس فيه كمان العيون الإيدان الإجران وكمان التم فكرة كتير جديدة وبالتالي إذا كان المريض عنده هال مشاكل هايدي بفحص كتير بسيط بنقدر نعرف نحن إذا هال مشاكل هي نجمة عن سنينه يعني راح يكون شوفي مشكلة بالحنك بالعضة مشكلة أساسية هي بالعضة يعني لما يكون المريض عنده هال مشاكل هايدي بيكون عايش كل عمره عنده هو حاسس أنه أنا عندي وجع راس مزمن أو بيجيك باسيط يقولك أنا مني قادر إرفع إيدي صار عنده إرهاق لدرجة أنه منه قادر إرفع إيدي شو الحلول هون الحلول هون منفوت بثلاثمات بلو كومبليكي منحط جهاز رفع عضة منسميه أكيد إذا كان السبب هو التم أنا قلت التم هو أحد الأسباب في أسباب كتير تانية بتاست بسيط منعرف نحن إذا هالتم هو السبب العلاج بيكون عن طريق قوتيار منحط قوتيار بالتم نفصل فيها العضة المراضية ومنتابع خلال تقريبا فترة علاج تتراوح بين ثلاثة شهر لستة شهر وفي عدة بتتصلح أكيد كله هدفه يتصلح بس هال قوتيار شغلت هي تشيل السامتوم مش تحل المرض وبالتالي أنها بعد هالفترة الستة شهر منقوم بحل المشكلة عن طريق يا أما التلبيس يا أما تقويم تحريك السنان من شيء هيك نحن نقول أنه في كتير احتمال وكتير أوقات هالعلاج بيأخذ وقت وقوات عن جد نوصل لسنتين علاج وبعدا أكيد الفاس فنال بكل هالشي هذا هو بنعطي الباسيان يلي بدوا يمن ضحكة يمكن حلوة عن طريق أكيد نشرح له الأفانتاج والإنكونفينيان عن كل تكنيك أهلا وسألا فيك دكتور دميبي طبعا أرقام وفيسبوك وكل وسائل الاتصال بي اسمايل بوليكلينيك ساعت موجودة كمان على الشاشة والاتصال وكمان بي ويندو بيوتلا معرفة التفاصيل تاني عن اسمايل بوليكلينيك أو أي شي انتوا بحاجة لقلوا بعالم التجميل هلأ وقفوا ونرجع منتابع معكم خليكم معنا